وفي ملف الأمن أعلنت خلية الإعلام الأمن تعرض المنطقة الخضراء في بغداد لا قصف بواسطة صاروخين نوع كاتيوشا وذكرت الخلية في بيان أنه تم تفجير الأول بالجو بواسطة منظومة سيراما أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات بما تسبب بأضرار بعجلتين مدنيتين مشيرة إلى مباشرة القوات الأمنية بعملية تحقيق وتحديد لمواقع الأطلاق اشتركوا في القناة